هذا اللي كيوريكم الوراق ديال داري ودر شاركة مشاركة وارا هنصوب لكذا بس بعمية كونترا ونسكانيها ونقادها ونبين بليدات بها كونترا ودرت كادا صافي ساليتوم كوكا ساليتوم مكدونالد ساليتوم كينج بورجر مستارباكس مآه مكارفور عودرتو در بالداري على داري كتبع السلاح داري كتبع النواوي وستشوف دماء السلاح وفي دبوع والتطبيع ما تفردش على المغاربة لش كتكدبوا على الناس تفرد التطبيع ما تفردش انتا حاجة عبادك اللغة ديال ان الحكومة يسيرها من بره مكيناش التطبيع سي النغماليزاسي وما التوحد ما فرضوا علينا كينلي ما باغيش هذاك حق وكينلي يباغيه وما نقولوش اغلبية صاحقة له هذا التطبيع الناس يكتعرف من صاحة ديال البلد وكتعرف ان المغاربة عنده تدخل في القتل تطبيع تبانهم علاقة كي ما بغت تكون قلك تطبيعة اقتصادية وتطبيعها سير شوف تركيا اللي هي اللي كانت زغت السفن الأساطير من المأكلات ومن الفواكه ومن الخضر والالبيسة ومارتي الصارامي اللوجيستيك ميليتر سير شوفهم طلع لهم لا تحقروا على بلادكم أتنوضوا على بلادكم المغرب هو الذي يجيكم ساهل لا نرى هذه المواقف لا نرى مواقف وطنية لا نرى حالة مواقف وطنية لا نرى حالة نرى من نرى حالة تغيرها على المغرب لماذا لا ترى السبب وما كان يبدأوا كيف وكيف لا نرى حالة مجرد لها حالة مليون وكيف حالة مليون لها حالة مليون لا تستطيع سلاح إسرائيليون ستقوه بكوسكوس ماروكا أو البات ماروكا وكيف يجب أن ترى سيطلب الله إيطاليا وكيف يجب أن ترى 90% تجارة مسيطرة في إسرائيل والضفة الغربية والمشاريق كامل ويجب أن ترى مجرد إسرائيل هذا ما أجد لا نستخدم إذن ما هو لا ترى إسرائيل ستُطلبوا قربوا حسنا وقربوا لهم هنا لا ترى إسرائيل نسطيق سمعت من رجل أطول من رجل تتعلم بلادنا والخصوص يتعلم البعض يتعلم بلد يجري القاطع تتعلم بلاد وعائلة مغربية وعائلة مغربية تقريبا مليون مغربي وهذه المهجمها في الجزائر لأن داري همو لو كي يديروها أصلا همو لو كي يديرو كوبي و لو كي يبيراتيو هاد السلاح كون كان ضاري تبيع السلاح متافق معاكم نحن مفرد علينا التطبيع هاد المساج مخصوش يدوس مخصوش يدوس مخصوش مغاربة يخلوه يدوس وحتوحنا كي يحمينا تحية إجلال وتقدير واحترام لقوة المسلحة الملكية وأنا بعدها كعمقت كنشري هاد ضاري داباعد غديمشي نشري وعرفت شهرتوه لي هنا وعيدت الأصحابي كل شيء سيشري داري نشريه داري اي برود وغين نحطوه نطيبوه اللي مشاش ونطيبوه الكاده ونأكلوه تحنايا صغير أنا قال حاجة ديال المغرب ما نتوشيهاش الأمر السيادي ديال المغرب ما نتوشيهاش وهذا الفكرة يقول لك اللاحقة رب العاني يقولون لك أننا المغربة يقولون أن إسرائيل كتحمينا أنتو مالك تروجوا الدوباب المغربي والدوباب الجزائر والدوباب اللي استطاع أنه يختارقهم هم اللي كيروجوا أننا نحن كندوزوا الفكرة على أننا إسرائيل نحن ما كيحمينها أنت واحد كي يحمين الله نحن الله اللي حامينا لأننا شرفاء وكان بشيو الصالح كنت أرى أناليزي وشوية أناليزي وش كني رمسي هاته تخربها كامل هذا يدوروا الرأي العام للمغرب ومشاكين هم غارقين فيها ويدوروا هاته المغرب ولي ما وصلش لقبة البرنامج وماخداش الزائمة ديال الوزارة كاي ولي يقلب لك على مموالقة يدوز يدوز وخي يحرق بلاده يحرقها يشوتها ما عنده غارض الحمد لله كان هناك فئة متقافة في المغرب المحقولة ووطنية ومواطنة والتي ماتوا لها الجنود ديالها في الصحراء ها تقول لي المغرب المغرب مكي عموش فالسطينيين ما عايشش هنا الفالسطينيين لجنة القدس وصندوق القدس مكي مشيش سير سور المقدسيين وهذوك الفالسطينيين اللي خدامين مع إسرائيل وهذوك فالسطينيين اللي في القشلاء واللي في العسكر مع إسرائيل واللي في البوليس واللي في القضاء واللي في البرلمان وذوك إسرائيل اللي خدامت في المعامل الفالسطينيين واللي واللي قادوا هذوك نقاطعهم هذوك يدفع لبلاده واللي خائن اللي يدفع لإقتصاد بلاده واللي خائن وكيف تظن على أنك انت كانت تأتيدان بها أداري قديته الغارض آخر اشتغيع على عائلات مغربية مستقبل عائلات وكيف يدوي ولداتهم وفي عندهم الطريطات ديال البانكة ديال المنازل الاقتصادية والمنازل العادية والطموبيلات وغالي تأزم عائلات تاجها تأزمها ماذا تأزم فيه ماذا تأزم في الشركة دابرة عنده المورتيس مونديان وعنده المسائل ليلو يقلبها كما دارداري ديال حاجة أخرى هتأزم غير مغاربة هاتفا ما تخونك خيز سالمو وغالي يدعو عليك نظرة على أنك انت فعلا مصير من الخارج هيدا هو ملي مصيرين من الخارج أما اللي مشين مع السياسة السيادية ديال المغرب هذو مصيرين من داخل الوطن وإرادة وطنية وحنا كلنا عندنا إجماع على الصحراء الشرقية وعندنا إجماع على استرجاع الأراضي المقتصبة ديال المغرب وعندنا إجماع عندنا المغرب أولا المغرب أولا ثم المغرب أولا والمغاربة أولا أطفال المغرب أولا ونساء المغرب أولا وشيوخ المغرب أولا وعالم المغرب أولا لكن كل شيء أولا في المغرب ها نشوف قادية أخرى يجب أن تكون قوية و تستطيع التفريق بين المغاربة من أجل القضية خارجة علينا و تردها دينية و إسلامية و كده و أنت عارف على أن إيران و هي اللي بدأت تلعافية و أننا بغت تدير النداري فهم أنه يقفأ لدين جديد و أجل المغاربة من أجل المغاربة و شعبه لديو الشيطان مجددا من الخارجة و ايهو رأيك، وهو الداعي子 وهو ضرياء وظهر مصببئ وهو الناس يدعون معما على تركي أو جيد و الحياة والعالم يتم تكون جدات تعالى عندما تكون لكنه لا يمكن جهد الشخص ما النساء نفس الناس تم أغغب على قائده؟ كيف نقف معنا هنا؟ ما نقف معنا هنا العودة؟ و الأم الأساسي هو يعودنا المؤخرة للناس الماء في السعيدية أو المناطي لا يوجد الإطلاق من الماء حتى يطلق من عرضنا، أشعروا أن بمغذرة لها الأم الأساسي القائد وتخبرنا يعقول إن القائد يعملها هالجيش الملك، القوات المسلحة الملكية وخوات الدارق الوطني وخوات المساعدة وخوات الدارق الملكية وخوات المساعدة وجميع القوات وجميع الفعاليات والمؤسسات ديال الدولة والاقتصاد الدولة هو اللي كي يحمي هدى البلاد تحمينا تدولة هنا. نحن بكري نحن نحمي الدول ونحن نعون الدول. تريد أن ترخصوا بلادكم. أحقارة تحمينا إسرائيل. نحن نحن قوة من قديم الزمن. قبل أن تكون هذه المشكلة من القرن الثامن أو من بداية القرن الثامن. نحن كاينين. نحن بلدك، يتجول أن يتعطل المغربة بالخوانة والذين يريدون بلاده أو يريدون سلعة لبلاده، يريدون أن يلغير على بلاده أو خائن،، لكن الحقيقة تظهر. الناس المعارضين السياسيين، لقوها فرصة. لديه تجمع المواطن وضع المشكل الطاقة نحن مانع هذه الضوء في القناة الذين لا يمكنهم فعاليا اقتصادية لتعبة الناس الذين لا يدفعون فعاليا أحتكال اللي هو فرصة والناس الذين يجبون محاقين كذلك القناة الضوء في الإطلاق والارجة اتغارية الأوسف والعرف مباركة والعرفة را هم جهاديين ورا هم حزبويين حزب الله وحرص طوري هادو هادو حاجة اخرى وما زيدا من السارة من طرف الامن المغربي والسلطات المغربية والمراقبة اننا عندنا هنا يا المندسين كتار المندسين اللي باغينش لخير لهذه الامة المغربية شافوا الامة المغربية استقرت وامنة وغادي في طريق صحيح والاصلاحات غادي متتالية وحده ولا وحده والخطوات اللي اختها محمد السادس لا ينصره خطوات عملاقة عملاقة والغيرة والحسد وعندنا هنا المندسين أما الخائنين راهدوا لكي يدوب الخائن هو الخائن لكي يدوب الخائن هو اللي يريد ان يخل الوطن دياله ولا يريد ان يرى المغرب في الامن والامان وفي الاستقرار وما زالنا هضروف هذا الموضوع ان شاء الله